عندي خبر تاني مهم الحقيقة أنه بمناسبة مرور 20 سنة على فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن في قارة إفريقيا في كرة القدم طبقا لمعايير مختلفة ومتعددة تم وضعها في منتصف التسعينات فتم تشكيل اللجنة بالتعاون مع شركة بريزنتيشن شركة بريزنتيشن حقيقة هي مملوكة للشركة المتحدة لخدمات الإعلامية شركة النادي الأهلي وهي الراعي الأساسي للنادي الأهلي وبالتالي هيكون ممثل للنادي الأهلي في هذه اللجنة العميد محمد برجان مدير التنفيذي للنادي مع الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق الناحية التانية من شركة بريزنتيشن هيكون فيه الأستاذ زاكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأيضا هيكون معه ربما الأستاذ منتصر النبراوي رئيس الشركة بهدف وضع تصور لهذه الاحتفالية لتخرج بشكل يليق بالنادي الأهلي واسم أيضا شركة بريزنتيشن الكبير وهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أهلاوي وهو فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن في إفريقيا الحقيقة يعني دي معظم أو أهم وأبرز الأخبار في هذا الإطار مهم من خلال قناة النادي الأهلي أننا نضع جمهور النادي الأهلي العظيم والعريق اللي بشوفنا في كل مكان أمام كيفية قدرة مجلس إدارته على أن يسوس الأمور على إدارة الأمور في مختلف المجالات في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة اللي مرت على العالم كله بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاط والخسائر اللي حصلت ورغم ذلك النادي الأهلي لم يخصم جنيه من عامل لم يخفض رواتب لعبين أو أجهزة فنية بل بالعكس كان دايما سبقوا عنده رؤية استشرافية للمستقبل بهدف الحفاظ على اسم النادي والاحتفاء والحقيقة الحفاظ على كل أسرة وعائلة النادي الأهلي أكيد طبعا أستاذ شريف فؤادة المتحدث الرسمي للنادي الأهلي بشكر حداك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة الأهلي وكمان وضحتنا ودتنا طبعا أخبار مهم عن اجتماع مجلس الدارة بشكر حداك شكرا جزيلا لأفننا